تحياتي لكل اخواتي الاهلوية في كل مكان يارب تكونوا بصحة وبسعادة وفي امان الاخ عمره قديد طالع يدينا مواعز وازاي وازاي نعمل اسقاط او نهاجم انني او عبدالله الصعيد او رمضان صبحي او بالرغم من رمضان صبحي مش موجود بس انا قلت سير تماشي او صلاح او غيره وبيقول احنا عندنا لعيبة تقيلة ويتعلموا من الجزائر والجزائر بالرغم منتخبها خرج من البطولة اللي ان هم بيشيدوا به والحاجات كتير هو قالها انا هرد عليه كلمة كلمة وهبرر كلامي وانتقاد الشعب المصري للمنتخب المصري بس تعالي الاول نشوف عمره قديد قال ايه ونرجع نكمل فيديو بتاعنا بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو ولو اول مرة تشوفي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان نوصل لك كل جديد بينزل على قناة قناة الاهلاوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف عمره قديد قال ايه ونرجع نكمل فيديو بتاعنا يلا بينا هي حكاية نيرفز وحكاية دايق وحكاية بايخة التلاتة كلنا شفنا ماتش الجزائر مبارح مع ساحل العين وايا كانت ملاحظاتك على المعلق اللي كان موجود كان متعاطف مع بلده جدا وطني متعاطف مع الجزائر لدرجة ان هو قال انه الجزائر ما خسرتش البطولة هي اللي خسرت ان الجزائر خرجت شوفوا قد ايه وقال ايضا يا جماعة انا عايز استقبال الابطال للجزائر الجزائر اللي مغلوبة تلاتة كانوا ممكن بو اربعة وخمسة بالمناسبة ماتش تعادل وماتشين هزيمة اداء يعني بس بتحصل اي فريق انا ملياش دعوة بالاخ المعلق اللي متعاطف مع بلاده بطريقة غير طبيعية يعني حتى كان يعني متعاطف قوي اللي انا استغربتله يا جماعة انه خلص ماتش الجزائر من هنا ولقيت الناس المصريين يقول لك ايه يقول لك اوه احنا حنقدر انتو شايفين سعرها اجعلها ازاي انتو شايف دول ده احنا مريضة ده احنا ده اول ما ننزل الماتش حنقع اول ما ننزل الماتش حنتغلب هو حد يقت احنا معدناش لعيبة ده كروش ده ما بيفهمش حاجة ده المش عارف ايه ده احنا هنتغلب ده احنا هنتبادل ده انتا طالع ده انتا صاعد للدور اللي بعدي اما ان لو مرب opened امان لو اقلوب كنت عملت في ايه تكسير مئديف من الدرجة القول اااااااااااااااااا هو صلاح بيلعب بقى اقضلو خايف على نفسه صلاح بقى بلعبش غير في ليبر فول ده المودارل بفهمش حاجة ده مش عارف ايه هيفضل شغالب عبدالله الصعيم ده احنا مش هنقدر ده المرش هيبتدي الساعة تسعة واستنوا في المطار الساعة 4 الصبح طب تحط نفسك مكان اللعيبة تحط نفسك مكان اللعيبة يا اخي ده الناس لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم طب انا معاكم على اتفاق استنوا مما يتغلبوا وبعدين حفلوا عليهم يعني اصد يعني استنوا مما يتغلبوا وبعدين بقول بقى ما لعبوش اه سيئين اه ما ينفعوش اه فرعة عبانة مدرب ما يسويش قول اللي انت عايزوا انما الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين تقول له لا مش هتاكسب طب يتحك علي يا اخي قول له لا ده انت جامد لا ده انا قلبي معاك لا ده مبارح رياض محرس ضي عن البنالتي قال له ولا يامك ولا يامك انت عظيم انت جبار انت محصلتش يا جماعة اقفوا جنبها رياض محرس وانت عندك فرقة فيها مئة رياض محرس هو صلاح ده قليل هو النني ده قليل هو الشناوي ده قليل هو الوينش ده قليل هو احمد حجازي ده قليل هو محمد عبد المنعم اللي لسه نازل صغير ده قليل هو عبدالله السعيد ده قليل ده كلهم تقايل يا جدعان هو الشريف الحريف ده قليل هو الناس دي كلها طب استنوا عليهم لما يتغلبوا وبعدين بقاطعوا انا مش قادر افهم فكرة ان انتو بتقطعوا اللعيبة من قبل ما تلعب اقف جنبه يا اخي ادي له ريحل قل له ربنا معاك انت عظيم الفرعنة وصلوا مصر ومدنيا اخذنا البطولة دي قبل كده مئة مرة سهل العجمين ده احنا غلبناها مئة مرة مش عارف ايه ده صلاح ان شاء الله ربنا يا كلابه في رجله الشمال اي حاجة وبعدين لما يتغلب بقوله انما انتو بتلعبوا مع سهل العجم ايه اليأس اللي احنا بقنا فيه ده ايه حالة الانهزامية غير الطبيعية دي طب اش معنى الجزاريين كده ده الجزاريين الراجل كان عمل لهم فرح فرح ولا ايه امك كفاية السعادة اللي احنا فيها كفاية السنين اللي مش عارف ايه ايه بالماضي المدرب العظيم ايه ده راجل لا استنون في السوارع دول طالعين من الدول الاول مغلوبين هزيمة غير طبيعية فيش مشكلة هو في جنب فرقيتك علشان عندهم تصفيات عشان ايه تصفيات كاس العالم احنا حنلعب كمان ثلاث ايام وانت بتعمل في الناس كده يا عم ماشي يا عم خليها في سرك يا عم بس يتغلبه بعمل فيهم اللي انت عايزه واعمل لهم اربعة هاشتاج اللعيب اللي قاعد ينجده في القوضة وبيمسك السوشيال ميديا كده هيقول ايه قادي الجمهور بتاعي قادي الناس اللي هو في جنبي قادي 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 الروح المعنوية يا عم خلاص يا عم طب هو يعني صراحي مايرجع ليفر بول وتريزي جي يرجع أستن فيلا وعمر مرموش يرجع البوندس ليجا ومش عارف مين كل واحد يرجع بقى فرقيته ويأكل عيش وينبسط وخلاص وعاف الله عم سلام ما توقفوا جنبهما جماعة هو ايه يعني كلمة جمهور يعني جمهور محترم يعني جمهور كويس يعني جمهور واعي يعني جمهور مصري يعني جمهور فرعنة قافوا جنبيهم قاعد يتتعملوا هاشتاجات مؤرفة والله مؤرفة قافوا جنب الناس علشان ان شاء الله ليه ما نغلبش تعلعي تعملناها مئة مرة قبل خيد ايه المشكلة يعني ولو اتغلبنا ميش خلاص ايه يعني كرة كده مكسبوا هزين انما ده انت طالع شاي بفرقة اتغلبت وانت صاعد ده انت المفروض تقول له انت صعدت للطورة برافو انت هايل انت بتتطور انت بتتحسن انت كنت اول ماتش مازاي تاني ماتش مازاي تالت ماتش ايوه الراجل ابتدى يعدل الملعب الملعب كان معهوك وابتدى يتعدل معاه ابتدت اللعيبة تلعب في مراكزها ابتدت اللعيبة تاخد ثقة ابتدينها مش عارفة يقولك بص صراحة لعب اربع كورنر الاربع ما كانوش قد كده انت مصاح شاور اللي عمر كمال وقال له تعالى اللعب انت الكورنر يوم ما كانش الكورنر بتترفع معاه كويس يوم ما كانش رجله ماشي بس ما هماتش اللي قبليه جايب جون على رأي ميده لما قال ما حدش عارف يجيبه انتو بتنسوا ولا ايه ده صلاح يا جماعة واحد من احسن ثلاثة لعيبة فعلا انتو ليه باقي عيني انتو ليه بيبيعوا الناس وهما لسه ما تغلبوش طب استنوا ما يتغلبوا ادوهم ثقة وقفوا جنبيهم قولوا لهم مصر بتحبوكوا مصر عايزاكوا تكسبوا كنا زمان نعمل لهم اغاني فجأة كده تلقى فنان راح عامل اغنية لمصر في الامم الافريقية يجي عمر دياب ولا شام عم بس ولا مش عارف مين راح عاملين اغنية وبعتنا للمنتخب فالمنتخب ينبسط فالروح المعنوية ترتفع انتو ايه اللي بتعمله في اللعيبة دي بالرغم من ان عمر قديب عنده كلام مهم وكلام يعني نظريا وكلام في ظاهره كلام صح ولكن كلام في بطنه لا فيه اخطاء كتير معلش انت بتقول احنا فزنا بثلاث بطولات وان احنا عملنا وعملنا وكوتفوار اهزمناها قبل كده ولكن انا عايز اقولك على حاجة يا استاذ عمر ان النادي او منتخب مصر في البطولة دي اداؤه يعني يعني اولا متدني وسيء ورديء للغاية فالشعب المصر المرتنفس الوحيد له ان هو يطلع الرأي بتاعه حتى لو بقومك او بنوع من انواع السخرية ولكن الموضوع ده مش موضوع فيه تهكم او موضوع فيه يعني نوع من انواع الجريمة ضد منتخب مصر او ضد جمهير مصر صلاح الي اه الي انت بتقول صلاح الي اه الي شريف ما بيلعبش اللي انت عمل تقولي شريف المخيف شريف هو بيلعب هو بيلعبه مرموش الي انني الي هتظل السعيد ضالع مش شعب المصر ما غزبا عنه يعني ناس بتاخد ملايين الملايين وشهرة وفلوس ربنا يزادهم ولكن في المقابل ايه المحصلة ايه بتفوزلي على السودان بالعافية بتفوزلي على بتتهزمي من نيجيريا بتلعب ده حتى الصحافة العالمية انتقادتنا يا رجل صلاح رجع يدافع وكل رجع يدافع حتى الخطة الدفاعية والطلاقة الدفاعية يعني اللي كان بيلعب بيها منتخب مصر بيها جار عليها الزمن فالمنتخب له حق لما شاف الجزائر اللي انت بتقول ده هما بيشيدوا بيه علشان مش عارف يطلع من المجموعات اه بس ما تنساش ان لسه واخد لك بطولة العرب من شهر ما تنساش ان هو حامل البطولة ما تنساش ان هو عمل يعني سلسلة الله هزيمة من 2019 كل تحققوا منتخب الجزائر وصل لكيرف عالي اوي اوي يعني وصل بالسهب بتاعه اقصى حد يوصله فبالتالي لازم بتلاقي فيه هبوط في الاداة لازم تلاقي فيه سوق في النتاية بعض الشيء ولكن هيقوموا على رجليهم ويكملوا منتخب الجزائر منتخب تقيل وجديد ومنتخب قوي مش زي المنتخب المصري اللي اللعب خايف على رجله اللي اللعب بيلعب بالشجاة والسكينة فشق طبيعي يا كابتن عمر يبقى فيه متنفذ طبيعي من جماهير مصر يعني دلوقتي عايز حد انت بتقول لي صاعد انت صاعد تاني مش صاعد حتى اول فبطولة 2010 2008 2006 كنت بتعمل احلى مستوى واحلى اداء واحلى كورة حتى لو تتغلب الجماهير هتطلع تسقفلك دلوقتي العكس انت بتصاعد لكن الجماهير بتنتقدك يبقى العف مين في الجماهير ولا في كرش ولا عيبة يا استاذ عامر وما ينفعش يعني فيه مثلا او مقولة بتقولك لكل حديث حديث او لكل مقال مقال ما ينفعش ان انا استنى بعد ان البطولة تخلص والناس تقعد تتكلم وتقول لي استنى لما المنتخب يطلع لاما احنا بنقولك ان انت وحش في الحتة دي علشان تحسن من نفسك في البطولة واتكمل احنا مش هدفنا ان المنتخب مصر يطلع لقدر الله احنا عايزين المنتخب يفوز ويوصل للنهائي ويحق البطولة لو فستعتوا انه هو حق البطولة ولكن كيروش والعبط اللي بيقولوا ويطلع اقول احنا عايز الشعب المصري يفرح عايز الشعب المصري يهلل لان احنا فزل على السودان ويصعدنا فهل ده كلام يردى ربنا هل ده كلام يعني يردى عمري اديب كمشجع للمنتخب المصري اظن ما يردهوش انتهى الفيديو بتاعنا ما تنساش عزيزي اللي هلاوي تدعمنا بلايك وشير ولو اول مرة تشوفي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان يصلك كل جديد السلام عليكم